بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم أبناء التلاميذ متابعية الأفاضل في قناتكم قناة التميز في العلوم الطبيعية للطول المتوسط اليوم بإذن الله سأقدم لكم اختبارا مقترحا بقوة للفصل الثاني في مادة العلوم الطبيعية قبل أن نبدأ لا تنسوا أبناء التلاميذ متابعي الأفاضل الإعجاب بالفيديو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد بإذن الله وطبعا تشجيعا لنا لتقديم المزيد نبدأ بسم الله مع قراءة التمرين الأول وليد تلميذ في السنة الأولى متوسط لم يستوعب درس انتقال النسغ فطلب منك مساعدته في المقارنة بين النسغ الناقص والنسغ الكامل باستعمال السند رقم واحد ساعد وليد في المقارنة من خلال ملء الجدول التالي من خلال الجدول لدينا مقارنة بين النسغ الناقص والنسغ الكامل من خلال ماذا؟ اتجاه كل واحد منهما تركيب كل من النسغ الناقص والنسغ الكامل والأوعية التي تنقل النسغ الناقص والأوعية التي تنقل النسغ الكامل نمر دون إطالة للإجابة على التمر إذن بالنسبة للنسغ الناقص يتجه من الجذور إلى الأوراق أما النسغ الكامل فيتجه من الأوراق إلى جميع أعضاء النبات الأخضر أما مكونات النسغ الناقص فتتمثل في الماء والأملاح المعدنية الممتصة على مستوى الأوبار الماصة والتي تنتقل من الجذور طبعا إلى الأوراق عما تركيب النسغ الكامل فيتمثل في النسغ الناقص مضاف إليه المادة العضوية التي تم تركيبها على مستوى الأوراق في ظاهرة أو في عملية التركيب الظوي بالنسبة للأوعية الناقلة للنسغ الناقص تتمثل في الأوعية الخشبية وقد رأينا في القسم هذه الأوعية الخشبية باستعمال محلول ملول لنبات الكورفوس فعندما أجرينا مقطع عرضي ولاحظنا وجود نقاط حمراء وعندما أجرينا مقطع طولي لاحظنا وجود أنابيب الآن بالنسبة للأوعية الناقلة للنسغ الكامل إذن هي عبارة عن أوعية لحائية إذن كان هذا التمرين الأول ونمر دون إطالة للتمرين الثاني إليك الشكل المقابل الذي يظهر جزءا من الرئتين عند الإنسان ألف سمي البيانات المرقمة على الشكل باحدد مقر المبادلات الغازية التنفسية عند الإنسان إثنان إليك الجدول التالي الذي يمثل مقارنة بين غاز الأكسجين وغاز ثاني أكسيد الكاربون على مستوى الدم الداخل للرئة والدم الخارج من الرئة المطلوب قارن بين كمية الأكسجين وغاز ثاني أكسيد الكاربون في الدم الخارج من الرئتين بالنسبة إلى الداخل إليها با ماذا تستنتش؟ نمر دون إطالة لحل ومناقشة التمرين الثاني السؤال الأول تسمية البيانات المرقمة واحد يمثل غاز الأكسجين اثنان يمثل غاز ثاني أكسيد الكاربون ثلاثة يمثل سناخ رئوي أربعة تمثل شعيرا دموية اثنين مقر المبادلات الغازية التنفسية عند الإنسان هي الأسناخ الرئوية ألف المقارنة بين كمية غاز الأكسجين وغاز ثاني أكسيد الكاربون في الدم الداخل والدم الخارج من الرئتين نرجع إلى الجدول ثم نعود لتلخيص هذه المقارنة كمية غاز الأكسجين على مستوى الدم الداخل إلى الرئة تكون خمسة عشر أما كمية غاز الأكسجين على مستوى الدم الخارج من الرئة تكون تسعة وأربعون أما كمية غاز ثاني أكسيد الكاربون على مستوى الدم الداخل إلى الرئة فتكون ثلاثة وخمسون أما كمية غاز ثاني أكسيد الكاربون الخارج من الرئة فتكون 20 إذن من خلال هذا الجدول نجد بأن كمية غاز الأكسجين في الدم الداخل للرئة تكون أقل بكثير من كمية غاز الأكسجين الخارج من الرئة لأن الدم الخارج من الرئة يكون خارجا من السنخ الرئوي الذي يحتوي على كمية كبيرة من الأكسجين أما غاز ثاني أكسيد الكاربون فيكون كبيرا على مستوى الدم الداخل إلى الرئة لأنه قادم من الخلايا فهو محمل بغاز ثاني أكسيد الكاربون ومنه تكون المقارنة كالتالي كمية غاز الأكسجين في الدم الداخل إلى الرئة أو الدم الخارج من الرئة أكبر من كمية غاز الأكسجين في الدم الداخل إلى الرئة أما كمية غاز ثاني أكسيد الكربون فتكون في الدم الداخل إلى الرئة أكبر من كمية غاز ثاني أكسيد الكربون في الدم الخارجي من الرئة ماذا نستنتج من هذا الجدول ومن هذه المقارنة؟ نستنتج بأن الدم يدخل إلى الرئة بهدف أن يتزود بالأكسجين ويتخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون فالسنح الرئوي هو مقر المبادلات الغازية التنفسية والآن نمر دون إطالة للوضعية الإدماجية التي اخترتها لكم في أحد أيام الشتاء استيقظ سكان بلدية مازونا وليت غريزان على فاجعة أليمة إثر وفاة عائلة متكونة من ستة أفراد حيث ظلت مدفأة غاز البوتان مشتعلة طوال الليل داخل الغرفة وكانت النوافذ مغلقة ولما رجع الوالد في الصباح وجد أفراد الأسرة كلهم مغمى عليه السند الأول لدينا نسبة الغاز داخل الغرفة نسبة غاز الأكسجين تقدر بستة بالمئة فقط أما نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون فثلاثة وعشرون بالمئة أما نسبة غاز أول أكسيد الكربون فهو إثنى عشر بالمئة وهو الغاز الذي تطلقه أو تطرحه مدفأة غاز البوتان السند الثاني إذن يمثل السنخ الرئوي والسند الثالث يمثل الجهاز التنفسي بالاعتماد على السياق والسندات ومعلوماتك أجب عما يلي أولا فيما تتمثل المبادلات الغازية التنفسي عند الإنسان وما هو مقرها إثنان فسر سبب موت أفراد العائلة ثالثا قدم ثلاث نصائح لتجنب مثل هذه الحوادث والمحافظة على سلامة الجهاز التنفسي نمر دون إطالة لمناقشة وحل هذه الوضعية الإدماجية قبل حل الوضعية الإدماجية علينا دائما أن نقرأ السندات جيدا لأن الإجابة تكون ضمن هذه السندات ونكتب السياغة كالتالي نكتب السؤال ثم نكتب السند الذي أعطانا الإجابة أو كان هو مفتاح الإجابة إذن بالنسبة للإجابة على السؤال الأول نكتب كالتالي من خلال السياق والسندات السند رقم 2 والسند رقم 3 ومكتسبات القبلية يعني ما درسوا في القسم تتمثل المباتلات الغازية التنفسية عند الإنسان في دخول الدم إلى السنخ الرئوي محملا بغاز ثاني أكسيد الكاربون ليتخلص منه إذن يدخل الدم إلى السنخ الرئوي ليتخلص من CO2 ثم يتزود بغاز الأكسوجين ويخرج من السنخ الرئوي محملا بغاز الأكسوجين ومتجها نحو أعضاء الجسم إذن على مستوى السنخ الرئوي تحدث مبادلات غازية تنفسية بين الدم والسنخ الرئوي يدخل الدم القادم من الأعضاء محملا بCO2 فيتخلص من CO2 على مستوى السنخ الرئوي ثم يتزود بغاز الأكسوجين ويخرج محملا من السنخ الرئوي بغاز الأكسوجين متجها لجميع الأعضاء هذه هي المبادلات الغازية التنفسية ومقرها هو السنخ الرئوي أو نقول الأسنخ الرئوي من خلال السياق والسندات 1-2-3 فإن سبب موت جميع أفراد العائلة هو اختناقهم بسبب قلة غاز الأكسوجين داخل الغرفة وفي نفس الوقت ارتفاع نسبة غاز ثاني أكسيد الكاربون تقدر بحوالي 23% وارتفاع نسبة غاز أحادي أكسيد الكاربون وهو الغاز القاتل والذي يقدر بنسبة 12% مما أدى لاختناقهم وموتهم بسبب غياب التهوية وغياب أو قلة غاز الأكسوجين داخل الغرفة التي كانوا نائمون فيها الآن تقديم ثلاث نصائح لتجنب مثل هذه الحوادث والمحافظة على سلامة الجهاز التنفسي أول نصيحة نقدمها هي ضرورة مراقبة وصيانة أنابيب وأيضا المدفأة الموجودة في البيوت ثانيا علينا بتهوية البيوت خاصة في الليل عند إشعال المدفأة إذن عندما نشعل المدفأة علينا أن نتركها منفذا لدخول الأكسوجين إذن نترك ولو نافذة واحدة تكون مفتوحة ثالثا تجنب التدخين ومسببات الحساسية التي تؤثر سلبا على سلامة الجهاز التنفسي إذن كان هذا موضوع اخترته لكم أرجو من الله تعالى أن أكون قد وفقت في شرحه وتقديمه لكم أبناء التلميذ لمزيد من الأسئلة أتركوا لي تعليقات وسأجيبكم بإذن الله تعالى موفقون أبنائي